أستاذ هل تعرضت في من أعلنت الترشح في ثامنة الجنوبية وبعدين لما صار تبديل المجمع انتقلت إلى العاشر هل تعرضت للتنمر من المجتمع لما أنت أعلنت الترشح قالوا والله هذا فنان ترشح أو قالوا هذا شخص بشرة سامرة مثل ترشح لا لا من ناحية الظلون لا الحمد لله ترى يعني إحنا مسلمين وشعب واعي يعني ما نقول ما في عنصرية في عنصرية في كل العالم حاليا حتى بعض الدول المتقدمة في عنصرية يعني هذه مرض عالمي مثل نقول لكن من ناحية اللون الحمد لله حتى الآن ما صار في أي تنمر وإن شاء الله يستمر الحمد لله وأنا واثق في الناخب وفي الشعب لكن من ناحية أنه والله أيوة بيصار في تنمر موضوع أنه والله هاش فهما ها كذا ناسيين أنه كثيرين من الفناني وصلوا إلى على المناصر فترة من فترات رئيس مجلس الشورى هو عضو في أحد الجمعيات المسرحية عضو شرفي ولكن عضو ومن المؤسسين نعتبر ومن الأسماء الكبيرة الموجودة فهذا ذكر الرئيس الحالي والله السابق والله الأسبق والله مرحوم براهيم حميدان أستاذ جمال فخره النائب الأول رئيس مجلس الشورى أستاذ جمال فخره هو أيضا عضو شرفي في مسرح أول ومن الأعضاء اللي نفتخر بوجودهم في المسرح موسيقى